موسيقى شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجلسة الافتتاحية للدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الافريقية وكان الرئيس السيسي وصل امس الى العاصمة الكينية نيروبي ووجه كلمة للرئيس روتو رئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته لكينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الافريقي والتجمعات الاقتصادية الاقليمية عقد الدكتور مصطفى مادبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بمقر الحكومة بالعالمين الجديدة اجتماعا لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في اقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بان تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال سواء لمساحة المشروع او تكلفته لسيسمارية وكذا لسيسمارات الوردة من الخارج وغيرها من المحددات اعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان تقديم 447408 خدمات من خلال حملة ميتيوم صحة امس السبتة الخامس عشر من يوليو في جميع محافظات الجمهورية واضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ان الخدمات التي قدمتها حملة ميتيوم صحة امس تضمنت 14940 خدمة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في اول زيارة فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 36920 زيارة صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان قرار واشنطن امداد كييف بالزخائر العنقودية الترارية يعكس نقصا في الزخائر العادية واكد ان روسيا تحتفظ بالحق في الرد بالمثل اذا استخدمت ضدها ظهر الدولي الانجليزي ديكلان رئيس النجم استهام بقميس ارسنال بعدما تم الاعلان رسميا عن انضمامه للجانرز بعقد طويل الامد حتى يونيو 2028 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وكلفت صفقة انتقال ديكلان رئيس الى ارسنال خزائن الجانرز 105 ملايين استرلينية ليصبح اغلى صفقة في تاريخ المدفعجية موسيقى